مصر على مدار تاريخها كان فيها عنصرين مهمين جداً عنصر المقاومة للحفاظ على البقاء وعنصر البناء للتحضر والارتقاء كما بنينا سيناء علينا أن ننصف أهل سيناء أكتوبر في أحد الجوانب اللي يعني لم يعلمها العديد أو المعظم خاصة من الأجيال الحالية وهي أن أبطال أكتوبر منهم سيدات ونساء وأطفال وشيوخ وشباب من أهل سيناء المصريين من أهل سيناء خلينا نقول كده خلينا نقول أن هذا الجزء المهم جداً وأنا لا أعي بسيناء شمال سيناء فقط لكن سيناء الجزيرة أو شبه الجزيرة هي 61 ألف كيلومتر مربع هي شرق بورسعيد بورفواد عندنا شرق الإسماعيل الأنطرة شرق شرق السويس الجنائين كل سيناء شمال سيناء وجنوب سيناء هذا المكون الجغرافي كان أهله أول من سدد فاتورة الدم دفاعاً عن هذا الوطن في كل معارك مصر بدءاً من طرد الهكسوس في معركة أحمص إنما لما نتكلم في معارك العصر الحديث من 48-56 في 67 كثير جداً من أبناء سيناء تجندوا في الحرس الوطني دفاعاً عن مصر والمصريين بالكامل دون أن يعبروا حتى قناة السويس ويعرفوا وادي النيل ودلتاه وصعيدها وسواحل شمال مصر ما يعرفوش عموم أهل مصر لكنهم دفعوا واحد زي السواركة لما كلمني محمود السواركة نقصد به بيقول لي أنا معرفتش نيل مصر إلا وانا في معتقل أشكلون كان كتير من الزباط والمجندين اللي صهينا يتكلموا عن لازم نروح النيل ولازم ناخد النيل النيل العظيم بتاعك وده إحنا لازم ناخده فقالهم أنا مشربتش من النيل وأول ما هرجع مصر رأيهم مش هترجع مصر رأيهم هرجع مصر قضى 33 سنة في معتقلات إيمان فطري جداً أهنسينا في معظمهم حب فطري كده من غير كان غير مبرر حتى بالنسبة للإسرائيلي يقول الوطنية والبطولة أنا من واقع عملي في الثقافة مؤخراً لما رحنا إقليم القناة سيناء علشان نعمل نوع من أنواع التنمية بين أطفال سيناء فكان فيه برنامج كده مقدم إن إحنا ننمي قيم الولاء والانتماء نحية الوطن في أطفال سيناء تخيالي أنه هم الولاد اللي علمونا إحنا الكبار أو من نصنف في خندق المثقفين علمونا إزاي نحب الوطن علمونا إزاي قالونا ده أجدادنا وبدأوا يحكوا حكاية أبقهم ومؤاتهم وحفظينها جداً وأنا عايز الحكاية دي تنتقل من شرق مصر لعموم مصر كلها زي بالزبط ما تنتقل الحكاية وتعبر المعابر اللي عملتها مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة معابر تحيا مصر الاثنين في بورسعيد والاثنين في الإسماعيلية والخامس في السويس جنب أحمد حمدي نفق أحمد حمدي الست أنفاء دي والكبار الكتير والمعاديات الكتير والمعابر اللي على ضفتي قناة السويس من شرقها إلى غربها كما تنتقل البضائع وينتقل البناء من الشرق إلى الغرب والعكس أيضاً ينتقل الحكي وعايز قوي من خلال برنامج حضراتكو نحن نقول لكل المصريين إذا كنا هنحتفل بأكتوبر مش هيبقى مرسية بكاء على شهداءنا بالعكس هم أحياء عند ربهم لكن هم اللي كرمونا بانتسبنا ليهم عايزين لما نحتفل بأكتوبر نقول زي ما قالت ماما عفاف والدة الشهيد محمد أنور أنا ما بكتشي على ابني لما استشهد في العريش ولما طلب الشهادة بعد ما أتم ثلاث سنوات لكني أبكي عليه لو فرطنا في الدم بتاع ابني وإخواته اللي راحنا عشان خاطر سينا موسيقى